خلف هذه الكنيسة كانت تسكن مئات العوائل المسيحية وكانت نسبتهم خمسين بالمئة من سكان المنطقة اليوم لا نرى سوى شواهدا على أنهم كانوا هنا في الماضي منطقة الساعة هذا الرجل الخمسيني حاول أن يتذكر مشاهدا عن الساعة قبل داعش طبعا المنطقة يسكنوا المسيحيين والمسلمين ومتعايشين تعايشة اعتيادي وزيارات بينهم وشي طبيعي كلش بالمناسبات الدينية طبعا المسيحيين يجون عيدون المسلمين وكذلك المسلمين بالمناسبات الدينية المسيحية مجدي هو الوحيد العائد إلى الساعة ولا يرغب بالظهور إلى وسائل الإعلام وجيرانه يتمنون عودة المسيحيين ويرون أنه من واجب الكنيسة حثهم على العودة ما يخص المسيحيين ناس مسالمين مثقفين جيرتهم طيبة أخلاقهم وتعاملهم سليم جدا ولكن عتبنا على يعني ما الآباء أو القسيسين أو المطران يعني الأب لويس ساكو يعني لو يتوجه إليهم بالعودة إلى منازلهم المهجورة أكثر منازلهم مهجورة يعبث بها العابثون وضعاف الأنفس وبعض الناس اللي أخلاقهم يعني متدنية جدا في هذا الفرع الصغير كان المسيحيون والمسلمون وفي هذه المحلة تتجاور الكنيسة والمئذنة فمتى سيأمر الأب ساكو بعودة المسيحيين إلى الموصل لإزيد 24 من الموصل